على الرغم من مرور ثلاثة عوام على تحرير محافظة نينوى إلا أن صور الدمار والخراب لا تزال شاخصة فيها خصوصا في جانبها الأيمن ويتساءل سكانه هل العيش بين الركام أصبح واقعا فرض عليهم أم تم نسيانهم من قبل الحكومة المركزية فملف التعويضات أصبح حبرا على ورقة مسألة التعويضات تعرفون عن هذا التعويضات ماكو منتهية أربعين ألف معاملة ما جتلا ألفين معاملة وهذا الضمير وهذا الضمير الإنساني الناس المفروضة تعوضوها بأسرع ما يمكن حتى ترجع تعمر بيوتها حتى تلاحظت أن هذه البيوت كلها مهدمة منتهية قابلية مادية معهم أما هنا في جانبها الأيسر الأقل تضررا من الحرب تعقد المؤتمرات فيه والمعارض تحت مسمى إعادة إعمار نينوة بمشاركة شركات محلية وأجنبية وبحضور إدارة المحافظة في محاولة للنهوض بواقع المدينة المتعب أكيد هذه الشركات سيكون لها دور بإعادة الإعمار سواء بمشاريع التي تخص المحافظة أو صندوق الإعمار وحتى القطاع الخاص والمنظمات قسم من هذه الشركات هي حقيقة من خرطة بإعمار الموصل وأيضا قسم منها تطمح التي لم يكن لها حظوة تطمح بالمستقبل أن يكون لها دور في إعادة إعمار نينوة ويرى مراقبون أن الاعتماد على الدول المانحة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة هو بمثابة استجداء خصوصا المؤتمر الذي نعقد في دولة الكويت والذي كان يعول عليه العراق بمنحه 88 مليار دولار إلا أن ما تم الحصول عليه 15 مليار دولار فقط أنا عندي اعتراض على حرولتنا وركضنا على الكويت يعني أكثر من سنة صالة المؤتمر ولا حتى الآن ما أعطونا شيء وهذا ظاهر تبرينه أيضا حتى مو مساعدة ما تبرينه قرض أنا أقول عيب على العراق دولة العراق حكومة العراق تنتظر مساعدة وعود الإعمار التي تطلق بين الحين والآخر لإعادة إعمار محافظة نينوة باتت محطة جدل واسع لسكان خصوصا وأن الواقع على الأرض لا زال على ما هو عليه من الموصل قاسم الزيدي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر